مخاوف المزارع أبو محمد من المستقبل بادية على وجهه بعد انخفاض مناسب نهر ديالة لأدنى مستوياتها وحالة الجفاف التي طالت معظم البساتين في محافظة ديالة هناك 400 دونم هناك هذه المنطقة فوق 450-500 دونم كلها يومية قاصة الأشجار وموديها حطب قلة المياه هذه البساتين كل 70 يوم و80 يوم لطبها ومي وديالة ما بهذا لنشغلنا موطاراتنا لدينا موطارات عادية ولكن لا يوجد مي بديالة وتشكو أكثر مناطق المحافظة من أزمة خانقة في مياه الشرب وتوقف محطات تنقية المياه بعد جفاف الأنهر والبحيرات ما ألزم المواطنين بشراء الماء من الحوضيات أو بحفر الآبار الأنهر الفرعية المغذية لمشاريع الإسالة لمجمعات المائية وانخفاض المناسب أدى إلى توقفها بالكامل وتشغيلها كل مدة 14 يوم وهذه نسبة لا تؤدي بالغرض المنشأ من أجله وبحسب وزارة الموارد المائية فإن التفاهمات مع إيران بشأن إطلاق حصص العراق المائية والتي بلغت حد الصفر لم تجدي نفعا ملوحة بتدويل قضية المياه وتقاسم الضرري وفق المواثيق والأعراف الدولية الجانب الإيراني لم يبدأ أي تعاون في موضوع تقاسم الضرر كما فعلت تركيا ما زالت الإيرادات صفر لحد الآن هناك وعود لعقد اجتماعات وتأجلت بسبب الانتخابات الإيرانية حسب ما تم إعلامنا من السفارة نأمل أن لا نصل إلى طريق مزدود مع جارة إيران لكن سوف نفطر إلى اللجوء إلى المجتمع الدولي إلى اليونسكو إلى منظمة حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة لغرض استحصال حقوقنا المائية هذا هو حال بحيرة حمرين وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تدني خزينها المائي لقرابة ربع مليار متر مكعب من أصل ثلاثة مليارات متر مكعب بحسب وزارة الموارد المائية التي تحاول تدارك الأزمة من خلال حفر أكثر من مائة بئر ارتوازية يوشك نهر ديالا الذي أقف في منتصفه أن يتحول إلى جدول صغير بعد جفافه من المياه بسبب قطع مصادره من دول المنبع فأكثر من 150 ألف دون من بساتين الحمضيات والتمور مهددة بالزوال ما لم تتحرك الحكومة لإنقاذ البلاد من كارثة وشيكة أحمد الرسام الحرة ديالا أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من بغداد محسن الشمري وزير الري والموارد المائية العراقية السابق أهلا بك معنا في ضوء كل هذه المعلومات والمعطيات التي ذكرناها بالتقرير سيد محسن برأيك كيف يمكن للعراق أن يحمي مياه يعني بعد اللي نقللنا تقرير عن لسان الوزير الحالي يعني ما بقى شيء حقيقة إلا تدخل المجتمع الدولي وهذا مؤسف طبعا يوصل توصل كل الملفات بالعراق أنه إلى مرحلة التدويل وهذه خطورة لها أبعاد كبيرة ذكرت في الحلقة الأخيرة لمؤتمر المناخ العالمي في باريس شهر 11-2015 في بودابست وكانت أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا فقلت لهم بالاتحاد الأوروبي والموثلين الأمم المتحدة قلت لهم أنتم تبحثون عن اللاجئين ومعالجة قضية اللاجئين والآن سيصير تغيير دموغرافي بالمستقبل بسبب ملف المياه وتأخر العالم وتلأك العالم في إنقاذ المنطقة من هذه الفوضى في إدارة ملفات المياه والتصرف من قبل جيران العراق تركيا وإيران من جانب الواحد تقبل كل ذلك سيد الشمري قبل كل ذلك إلى أي مدى نستطيع أن نقول بناء على كل المعطيات بأن العراق حتى الآن يتجه إلى حلول مؤقتة ليست حلول طويلة الأمد أو دائمة يعني كما ذكرنا علما أن العراق يجهد أزمة حقيقية وهناك انخفاض في منسيب دجلة والفراد بنسبة 50% ليس فقط بسبب الظروف الطبيعية إنما أيضا بسبب التحركات التركية والإيرانية فيما يخص سياسة بناء السدود يعني خلي أصحح معلومة ميدانية لحضرتك فضل العراق لم يقدم حلول طارئة أو لا حلول مؤقتة ولا حلول طويلة لم يقدم أي خطة فيما يخص موضوع المياه نعم كل ما يجري في العراق في كل الملفات وبالخصوص ملف المياه هي حلول ترقيعية لا تجدي نفع لا جدوى من هذا الذي تقوم به الحكومة العراقية يعني وزير المؤرد المائي يقول تركيا إيران تقف وحدها وتتصرف بشكل انفرادي أين الحكومة أين الحكومة أين مجلس النواب أين رئاسة الجمهورية اسمح لي سننتقل لعرض هذا التقرير ونتابع من بعده هذا النقاش إذن يواجه العراق منذ مدة تحديات كبيرة بسبب نقص المياه وبدأت الأزمة تتزايد بعد تقليل تدفق المياه إلى دجلة والفرات من دول المصب بدأت هذه الأزمة بسبب مشروعات تركية قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للبلاد كما أن تحويل إيران مجرى الأنهار أدى إلى انخفاض مناسب نهري سيروان والزاب بنسبة وصلت إلى مترين مكعب في الثانية وتشكل الأمطار نحو 30% من موارد العراق المائية بينما تشكل مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70% بحسب المديرية العامة للسدود في العراق انخفض مستوى المياه في خزان سد الموصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل أعوام بعد تشغيل تركيا لسد إلسو وتسبب نقص المياه في ارتفاع الملوحة وتحويل ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية إلى أراضي مبور ووجه ارتفاع ملوحة المياه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الضعيف أصلا فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية لكنه يؤمن وظائف لنحو 20% من سكان البلاد يضاف ذلك إلى مشكلة تغيير المناخ التي فاقمت الجفاف وارتفاع درجات الحرارة درجتين اذ طالت تصحر نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية وفق قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر وتضرر أيضا سبعة ملايين عراق بسبب الجفاف والنزوح الاضطراري وأصبح جفاف الأنهار والأهوار واضحا بالعين المجردة ويتسارع بشكل مضطرد اشتركوا في القناة